الصورة النمطية دائما نشوفها على الأخبار إذا كتبنا بحركات البحث أو بالأخبار عموما بس كلمة عراق بغداد رح نشوف أخبار أفئة وثلاثة وأخبار حالية عبارة عن دمار وحروب وصراعات مرحبا واضح أنا علي هلال مواطني عراقي مسافر ورحالي عراقي شو نتعايش ببلاد الاختراب وحاليا بالعراق أصور بعد هالسنوات الطويلة تقريبا أكثر من 8 سنوات سفر وترحال تنقل بين البلدان وعواصم المدن يعني صرت أعتبر نفسي الحال لأنه فترة طويلة اعتبرها اكتشفت بها عوالة بلدان الفقافات العربية والرجنابية موسيقى كم بلد لحد الآن زورت تقريبا 20 بلد أو أكثر محاسبهم موسيقى لأنه دامنا قعد فترات طويلة بأي دولة أزورها حتى أشوف كل الدولة كل البلد وتعرف الثقافات وعيش أهل البلد نفسهم حتى أتعلم وأستكشف معاداتهم وثقافتهم وأختار الآخر الشغلات التي تناسبني منهم موسيقى 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 تقريباً صار لي أكثر من سنتين سنتين شوية اشتغل على هذا المشروع اللي اللي ألهمني في فكرة التوسيق الجانب الآخر من العراق الصورة النمطية اللي دائمي أشوفها على الأخبار اذا كتبنا بحركات البحث او بالاخبار عموما بس كلمة عراق بغداد راح نشوف اخبار اثير وثلاثة واخبار حالية عبارة عن دمار وحروب وصراعات اكيد احنا بلدنا يمر بصراعات وبأزمات لا تنتهي ولا تعاد ولا تحصى بس ما ذلك انا اختاريت اشوف جانب حلو انا اذا شوفه ورد الناس تشوفوا ايا ادنا اثار ادنا اماكن اثارية تاريخية ادنا ناس حلوة بالعراق ادنا ثقافات مختلفة عالشين مكان واحد فممكن هاد الشي ما مسلط علي بالضوء فان اختاريت سوي هاد الشي لان انا احببك كشغف عندي فشان هو تجربة الي قبل اكون تجربة ان اشاركها ويا الناس ستة ونصف انا ما خلصت يعني هاي الصور او الفيديوهات اللي موجودة عندي تعتبر اقل من النصف فان شاء الله انا اكمل حتى اكمل واغطي بقية مناطق العراق باذن الله تكشاب استثمر وقتك استثمر اشياء اللي موجودة عندك انا قدرت من خلال تليفون ممكن ما تشان احدث تليفون استثمرته استمرارية مهمة لا تيس من اول محاولة تجرب اكتر من مرة واستغل وقتك لازم نتعلم مهارات جديدة عصرنا عصر سرعة ولازم نستغلها احسن استغلاها حتى نبدأ بيك انا اللي اشكركم على المقابلة وجدا سعيدة ان اكون مياكم واضح ونشوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى